من أن ينتظر المعلمون في المدارس الخاصة الذين يتخطى عددهم خمسين ألفاً عطلة الصيف ليستريحوا يتعبهم اقترابهم من شهر تموز والسبب المادة التاسعة والعشرون من قانون المعلمين في المدارس الخاصة في السنة نحن معرضين عندنا فزا قانون انشحت ولكن هذه السنة أول مرة بتصير معنا وصير الموز لرأسي أنا أنا مهدد أني انشحت بها الفترة من هلأ لتموز كومبرات المدرس يعني بيستغلوا المادي 29 من الأنوال حتى يعملوا طار التحصفين مادة تجيز لإدارة المدرسة صرف المعلم من الخدمة قبل الخامس من تموز من كل عام هو زيته القانون يعني 1956 حدد كيف ممكن يكون في صرف حسب كفاءة الأستاذ الشيء اللي ما عم بيسير يصرفوا بدون ما يحفظوا كرامة المعلمة ولا كرامة الأستاذ عم يصرفوا بدون أي سبب لا تأديبة ولا أكاديمة ولا بيتعلق بالرسالة اللي عم يعملوها لا تنبيه شفاهي لا تنبيه خطي لا انزار لا حسم من الراتب يعني لا إذا بدك حسم من الراتب صح أو حسم مثلا راتب شهر كامل وصولا إلى الصرف مع تعويد أو صرف بلا تعويد هاو التدبير كلها متدرجة سعودا لا تحترم بالمدارس نوصل على قبل 4 تموز بيقولوله ما بقى بدنيه في المقابل المدارس الكاثوليكية مثلا تؤكد أن الكفاءة هي أبرز المعيير المعتمدة والله يرحمه وأتمنى أن تقال هذه الكلمة على الألام قال لي يرحمه الأستاذ إيميل الرامي اللي كان مدير عام وزارة التربية كان يقول يا ريت المدارس الخاصة بتعيرنا المادة 29 للتعليم الرسمي لحتى نقدر نجلس الأمور ونكون نحنا عم ننقل الأسادزي الكفو إذا كنتم تطبيقها بالمعنى الصحيح مش إذا دم استغلالها طبعا طبعا شو عم بيقول لك أنا عم بيستغلها يعني عم بيقولوا هن الأسادزي مش أنا مش لأنه إذا قالوا الأسادزي أو أنه بمعنى تغير الحقيقة على كل إن إحنا بقري بفصلنا عن 5 تموز بعتقد جمعتين ونتفى يعني على كل إن بعد بكير يمكن لينحكى بهذا الموضوع تنشوف الوقاعة شو هي ممكن يصير الأستاذ الغايكة فوق كفوق بالعشرين يوم لا مش عم بقول لك يعني أنه تنتيشوا يقولوا أنه الأستاذ الأسادزي نصرفوا تعصفا قبل 5 تموز هيدا بعد مش معقول 5 تموز كل شي يقرر المادة التاسعة والعشرون ليست إلا مثالا عن قوانين ومواد كثيرا ما تستغل لتحقيق مصالح المدارس على حساب المعلمين مادة تخيف المعلمين أكثر مما تخيف المواد التعليمية التلاميذ غدي بوموسى قناة الجديد